مسائل في اللي عامين ايه? النهاردة اقول لكم على فكرة حلوة جدا بقى لي فترة بعملها لو انا حابة اعمل كيكة كده سهلة سريعة زي الكيكة اللي هي تريليتشا دي او الكيكة اللي هي قشطوطة وبطوطة اللي طالع على الوقت ترند وكمان ممكن تعملوا بيها كيكة المانجة الامر دي اللي احنا عملناها بعد قبل كده هي انكم تعملوا سبونش كيك جاهز او تجيبوا دقيق آآ السبونش كيك الجاهز وتستخدموه بجد تحفة تحفة بيطلع نتاك حلوة جدا اي حد عند مشكلة ان الكيك بيهبط معي الكيكة السفنجي مش بيزبط معي الكيكة بتهبط الكيكة بتطلع آآ طعمها مش حلو بتطلع مكتومة بتطلع ريحة البيض آآ ظهرة فيها فبجد السبونش كيك الجاهز هيحل معيك كل المشاكل وبجد بتطلع النتيجة وهمية وهمية اللي لازم تجربوه الموضوع سهل جدا جدا هتروح عند اي مكان بيبيع مستلزمات حلواني هتجيبي آآ زي الاماكن اللي هي بتكون زي البيومي والدومياطي والاماكن دي او باب البحر او كده هم بيبيعوا دقيق اس بونش كيك جاهز بيبيعوه بالكيلو هتجيبي مسلا ربع كيلو نص كيلو براحتك انا بجيب دايما نص كيلو بنضيف لي ست بودات اللي لازم يكونوا بدرة حرارة المطبخ عليه نص كباية من المياه مياه ديها من الحنفية وانا بحب اضيف معلقة كبيرة من الفانيلا السايلة بتفرق جدا جدا في الطعم وبعا كيه ناخدهم نضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهرابي لحد ما يوصل معاك القوام كريمي كده زي الكريم شانتي كده يكون آآ زي الكريم شانتي بس ما يكونش آآ متماسك او يكون يعني كريمي كده وفلافي زي ما انتم شفتم وبعا كيه بناخده بنحطه في سنية تكون مبطنة كويس جدا جدا بالزيت والدقيق وبندخل الفرن انا بعملها في سنية مئاس 24 بتطلع معي كيكة مرتفعة وتحفة بتاخد في الفرن حوالي كده آآ آآ خمسين دقيقة انت بعد نص ساعة بتبدأ يتتبعيها بعد ما بتستبق كويس تختبريها آآ من نص الكيكة بتطلع الخلة نظيفة تمامي يبقى هي كاستوت بتطفي وتسيبيها جوا الفرن شوية وبعد كده بتخرجيها من الفرن تبرد تماما ونبدأ بقى نستخدمها بنحب دايما نشيل الطبقة اللي هي القشرة اللي هي الخارجية من العلوشة دي خالص تشيليها بالراحة جدا تشال معك بكل سهولة يعني طبقة كده ابقى كده بالراحة شليها بسهولة جدا عشان ما يكونش فيه اي زفارة في الكيك وحتى لو هي موجودة برضو مفيش زفارة بس عشان برضو بتتأكد ان الكيكات بتاعتك هتبقى حلوة جدا وبعد كيكة بتشليها بالراحة جدا جدا ما بتتريميش على فكرة انا عندي ممكن ناكلها او الولاد ياكلوها وبعد كده انت عندك بقى كيكة مرتفعة تحفة ممكن تقطعيها لطبقتين او تلاتة تغلي فيها كويس جدا جدا وحطيها في الفريزر وقت ما تكوني حبة تعملي كيكة هتخرجيها من الفريزر تحطيها بقى فسنية وتعمليها بقى تسقيها بقى بلبن وكريمة وشوات سوس كرامال اللي يبقى عندك تريليتش هتوحفة او اشطوطة حلوة جدا تحطي عليها كده شوية كريمة وشوية مانجة زي ما احنا عملناها قبل كده تبقى معاك وتجنن دايما كده اعملوا حاجة توسيبوها في الفريزر وقت ما تحبوا تستخدموها استخدموها بجد نتائج حلوة جدا جاي لك مسلا ضيوف حبة تعملي حاجة حلوة سريعة انت راح لحد تستخدميها فانا الفترة دي زي ما بقول لكم بحب اعمل جاهز بيسهل علي وصفات كتير وانتو كمان جربوه وان شاء الله هيجبه جدا ومش هيكون بقى عندكم اي مشاكل بتقابلكو ولا الكيكة بوزت ولا هبطت ولا اي حاجة هاتوها بس المهم من مكان كويس تكونوا ضامنين المكونات بتاعتو وبلاش تجيبوها من عند العطار عشان ممكن تكون كرفة بس ريحة توابل او بهارات وقولولي ايه الاخبار وانا متأكدة ان هيجبكو جدا ومش هيكون عندكم اي مشاكل تاني متواجهكو لكيك السفنجي